موسيقى نبلو دانو ميوزيك موجة من الآلات الموسيقية أهلا وسهلا فيكم نحن نتعرف اليوم على آلة موسيقية كتير ما منشوفها بالفرق الغربية حاليا موجودة بفرق موسيقى الشباب يلي بتتكون من غيتار أورج باس غيتار وما بتخلو هاي الفرق من هاي الآلة الإقاعية العازف بيكون أمامه مجموعة من الطبول بيدرب عليها بواسطة عصى ودائما بتكون عصى طين من الخشب هاي الآلة الموسيقية الإقاعية هي الدرامس هاي الآلة الإقاعية هي آلة موسيقية حديثة تم صنعها واستعمالها تقريبا سنة 1930 بتحتوي هاي الآلة على عدة طبول مستديرة بغلاف معدني بتوسطها طارة ومصنوعة من البلاستيك وهي يلي بتصدر الصوت عند الطرق عليه أيضا يعتبر من مكوناتها الأساسية مجموعة من الصنوج المعدنية ويلي بتصدر من مادة النحاس أصوات معدنية بيشبه صوت صوت الطرق على الأواني المعدنية يلي بتوجد بالمنزل وهي الآلة ما فينا نطرق عليها بواسطة كف اليد متل باقي الآلات الإقاعية لكن لابد من وجود عصى يضرب من خلاله على الطبول حتى يتمكن العازف من أداء الريتم المطلوب ويطلق عليها اسم ستيكس تير الموسيقى الراحل كيثمون كأفضل عازف لآلة الدرامس بالتاريخ وينسب لكيثمون تطوير آلة الدرامس وتقديم ألوان موسيقية سابقة لعصره ولقب بأسطورة الدرامس شبهت طريقة عازفه بلعب التنس فكان يتحرك بحماس قارع عن طبوله وكأنه عم يضرب كرة التنس بالمضرب موسيقى مشاهدينا وصلنا لنهاية حلقتنا لليوم لقونا بالحلقة الجاية وأكيد ما تنسوا تتابعونا على فيسبوك انستغرام وأكيد على قناتنا على اليوتيوب باي باي موسيقى 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 موسيقى